مشاهدينا رمضان على الأبواب وبدأت الاستعدادات لاستقبال أجمل 30 يوم في السنة لكل الشعوب العربية والإسلامية حول العالم العادات والتقاليد تتباين في إحياء أيام وليالي بين دولة وأخرى اليوم سنذهب في جولة على بعض الدول لنتعرف على عاداتهم في هذا الشهر بعض هذه الدول للأسف ليست بخير اليوم والنزاعات والحروب قد تكون حائلا يمنعها من إقامة مراسيمها المعتادة ولكننا سندكرها مع إمنياتنا أن يعمها الأمن والسلام وتعود لإحياء تقاليدها ولعيش الحياة التي يستحقنها نبدأ جولتنا البداية من الحبيبة فلسطين والتي درجة العادة فيها أن تزين البيوت بحبال الزينة والفوانيس ويحيون عادة تسمى بفئدة النص حيث يقوم الأب بزيارة بناته المتزوجات وشقيقاته الأعمام والخيلان أيضا يزورون هؤلاء النساء حاملين معهم الهدايا والحلويات وأحيانا بعض النقود يعطونها إياهم كبركة أما أشهر الأكلات فتختلف بالتأكيد باختلاف المنطقة فنجد المقلوبة والسماقية والمفتول والإدراء في موائد غزة أما في الضفة فنجد المسخن والمنصف فلسطين كما ذكرت اليوم يمكن ليست بخير لكن أظن أن الفلسطينيين بشهر هالخير رح يعرفوا كيف يعيشوا عاداتهم وتقاليدهم من رحانيات على كل حال هن خلال الفترة الأخيرة ما صدروا لنا إلا الصبر ما صدروا لنا إلا العنفوان ما صدروا لنا إلا الإيمان الكبير يلي عندهم وأظن أنه رح يتكرس أكثر وأكثر بهذا الشهر لن أكشف الكثير وحن نضع البعض يكون مفاجأة ربما لمشاهدين ولكن خلال برنامجنا الخاص برمضان سيكون لدينا نافذة يومية من فلسطين لنتابع معهم ونكون جزء من رمضانهم أيضا ويكونهم جزء من رمضاننا جميعا وسنكون معهم بالتأكيد خلال هذه الفترة ونتمنى لهم رمضانا آمنا وصوما مقبولا إلى مصر مشاهدين الأشهر بتغيير وجهها تماما خلال شهر رمضان زينة أضواء خيم موائد رحمن طعت القاهرة تحديدا وبشكل أكبر وبالتأكيد بقية المدن أيضا أجواء مميزة للغاية أصوات الأذان صلاة الترويح الأطفال وهم يلعبون في الأحياء الفطور بعد الفطور أصوات المقرئين وهم يتلون القرآن تنطلق من السماعات المكبرة هنا وهناك وغالبا بصوت الشيخ عبد الباسط عبد السمت أو الشيخ المنشاوي لمة العيلة وأشهر أطباق أول يوم في رمضان ملوخية الرز المحشي الحمام ولا تشبع كثيرا لأن هناك قطايف وهناك كنافة في الانتظار حضرت موسم رمضان في القاهرة أكيد قاهرة برمضان مختلفة مختلفة كل شيء فيه حتى ريحة الطرقات تختلف من الأطعمة والعصائر وأنا ما ذكرت العصائر التمر هندي والعربسوس والكركدي وكل أنواع العصائر والمشروبات والسهر والسوبيا والسحلب وأجواء رمضان في القاهرة مختلفة تماما صحيح إلى لبنان وفي لبنان يبدأ الاستعداد من ما يعرف بي سيبانة رمضان وهو تقليد لبناني وبالتحديد عادة بيروتية قديمة فيها يقوم أفراد العائلة بالقيام بنزهة على شاطئ المدينة لتناول المأكلات والمشروبات والحلويات في اليوم الأخير من شعبان قبل بدء الصوم أما أشهر الأطباق الرمضانية هناك فأبرزها والذي لا تخل منه مائدة رمضانية فاتش تأتي بعده الكبة بلبن والكبة الأرنبية والشيش براك والملوخية أما أشهر المشروبات فالتمر الهندي والجلاب أما الحلويات فهنا يجب أن نسكت قليلا ولكن أشهر رمضانيا أشهر الحلويات رمضانيا بالتأكيد القطايف وهناك حلوة مخصصة لرمضان تسمى بحتف رمضان صحيح كلاج رمضان كلاج رمضان هي بالضبط هي نعمة نوع الكلاج ولكن تسمى بحتف رمضان وطيبة جدا تشتهر في هذا الوقت صحيح كيفك مع الجلاب؟ الجلاب روعة الكلاج روعة وأيضا بدنا ننسى أنه كمان كما ذكرتي كمان لبناني عيش أزمة اقتصادية كتير كبيرة سنسمع بالأخبار عن سعر صار مش بس الفتوش شهير هلأ بعدك يعني رح نبلش نسمع سعر يعني طبق الفتوش لأنه رح يكون ربما مرتفع جدا على بعض الناس بسبب الغلاء الاقتصادي الكبير اللي عم يشهدوا البلد إن شاء الله يرب تكون شهر مبارك لألون ويقدروا يلبوا حاجياتهم خلال هذا الشهر ويحيوا الأشياء اللي معودين يعملوها ومثل ما بيقولوا بالمتى البردي أنه الله لا يغيرنا عادة يقدروا يحيوا عادات وتقاليد السنوية إلى السودان مشاهدين والذي اشتهر بالعادة الرمضانية الأغرب ربما الرجال يتناولون طعامهم في الشوارع يتجمعون في كل منطقة وحي ويحضر كل منهم ما تيسر من منزله وقت الإفطار ينضم إليهم كل من يمر بالطريق بالحسنة داخل المدن الكبيرة وبالإكراه في الطرقات السفرية حيث يقف الرجال فاردين عماماتهم على جوانب الطريق قاطعين له حرفيا حتى يجبروا كل من مر من جانبهم بالنزول وتناول الإفطار أما أشهر الأطباق فنجد العصيدة، القراسة، البليلة، نعمية والتقالية أشهر المشروبات الكركدي والجونجليز والأبري والعصير الأشهر الأبري يسمى أيضا بالحل مر وطعمه على فكرة حل مر بنفس الوقت رح جرب إنه لاجيه وخليك تجربه كمان بدنا نودي سلامنا للسودان يلي كمان أيضا عم يعاني يعني للأسف بعرف صارة أنت محضرة هالأخبار ولازم تكون هي أخبار يعني مع بداية شهر رمضان فيها الكثير من الفرح وكثير من الانتظار لكن كما ذكرت ببداية اللقاء يعني هناك بعض البلدان يلي يعني يخيم عليهم الحزن ويخيم عليهم الخوف يخيم عليهم القلق بالفعل يمكن أمنياتنا وبركي أمنيات أيضا المشاهدين بتكون لأنه يعمى السلام بها المدن اللي ذكرتها وبها البلدان اللي ذكرتها لحتى يعيشوا في فضائل هالشهر تعرف حضرت هالخبر ما بعرف بفرح كبير الآن بلاقي أنه صعب أنه أقرأ صحيح ربما ضيق الحال وضيق ذات اليد يمنعهم من إحياء عاداتهم وتقاليدهم جدا صعب ميلاد صحيح ونتمنى نحن أنه بالتأكيد السنة جاي يعني نشاركهم فرحة الأمن والأمان صحيح ووسعة الرزق وتحسن الأحوال في كل دولنا العربية في كل مكان خلينا نكمل ومن السودان نذهب إلى الخليج مشاهدين في الخليج عموما تتشابه التقاليد الرمضانية بشكل كبير وتتباين بين منطقة وأخرى بالتأكيد لكل منطقة هنا خصوصيتها ولكن شمالا هي متشابهة ويبقى الإفطار الأشهر والأقرب للجميع لكسر سيامهم التمر واللبن ميلاد والأشهر عربيا وتختلف بحسب المنطقة حتى أنواع التمر ولكن الأطباق التي لن تغيب بالتأكيد هي الشوربة والصنبوسة وأشكال المعجنات وإجمالا يكون الإفطار وجبة أخاف أما الوجبة التقيلة تترك لما بعد التراويح وغالبا ما يكون معها الحلويات والمشروبات الساخنة والمميز في شهر رمضان في منطقة الخليج حركة التجارة التي تنشط بشكل كبير جدا ونجد الأسواق تكون نشطة وتفتح أبوابه حتى ساعات أو أوقات قليلة قبل أزان الفجر صحيح أول رمضان يكون التركيز على المأكولات والمشروبات ومستلزماتها أما نصف رمضان فيكون التجهيز لثياب العيد والتي تحتاج إلى وقت خياط بدأ خياط فاضي لتلاقي أما آخر العيد فالتجهيز يكون للحلويات وزينة المنزل لاستقبال العيد ولن ننسى ذكر العادة اللي تعرفنا عليها السنة الماضية والأشهر الجريجعان الجريجعان يكون في منتصف شهر رمضان يلبس الأطفال ملابس مبهجة وملونة ويحملون أكياس ويتنقلون بين الطرقات وبيوت الأهل والأصدقاء يرددون الأغاني المبهجة ويتم توزيع الحلوة والمال عليهم الناس يسمونه جرنجعون 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 يعني بس حلو كمان التسمي وتعرفنا عليك وعنده أغاني كانت جدا لذيذة يلا نشوف نعمله كمان هذه هذه العظم شكرا لك على هذه الجنة